جديدة ولا أبدأ حياة جديدة وبعض الناس لا يقول بالعكس أنا أبعد التقاعد أبغى تفرغ لإنجاز أكبر من الإنجاز اللي كنت فيه لأن من أول كنت في عمل محدود في قطاع معين أو في تخصص معين الآن كل مجالات الحياة مفتوحة قدامي وش رأيك يا دكتور؟ أولاً المرحلة التقاعد هي تعتبر كما قال بعض الأخوان قبل قليل هي المرحلة الملكية في عمر الإنسان الملكية الملكية إذا ما استغلت بالاستغلال الصحيح طبعاً إذا ما استغلت في كما قلت مواضيع أخرى هذه دائماً وأبداً الأخ الكريم المتقاعد وأنا منهم يسسألون بيقولون بعد التقاعد وين نروح وش نسوي وش نزين وحنا خلاص انتهينا حنا قضينا حنا معد حسينا حنا معد ميبينا أولاً يجب أن الإنسان أنه حينما يخطط لمرحلة حياته كلها يضع أيضاً مرحلة التقاعد من هذه المراحل وأنها مرحلة يجب أنك تتأقلم معها وأنها مرحلة عادية وقلنا أيضاً أنها مرحلة ملكية أما كيف أنك تستغل هذه المرحلة وكيف تصير فهذا موضوع يحتاج إلى حقيقة حضرنا فيه محاضرة عديدة وكتبنا فيه لكن لا يمنع من المرور طيب ما رأيك يا دكتور سمحي لي وقاطعتك ما رأيك أننا نبتعد كلنا الآن عن الكلام النظري ونأخذ تجاربكم أخوي الدكتور صاح الحمد بعد التقاعد اش سويت والله يمكن أن أتحدث وأن أحد يقول بنأخذ أراه كلنا حادث عن نفسه وكذا كذا أنا بعد التقاعد انخرطت في التأليف أنا عندي الآن يعني التسويق مضبوط كان يمكن وصلت إلى 25 كتاب بس التسويق ضعيف ووصلت فعندي عشرة كتب مطبوعة ومن هذا المقام إن شاء الله نوريكم بعد فترة قليلة جداً كتاب بعنوان أبن بوطوطة الزلفاوي ونعم بمشاءة الله هذا موضوع موضوع التأليف ثم موضوع الكتابة ثم موضوع المحاضرات في جميع الدوائر الحكومية وفي جميع الهيئات وفي الجميع ذلك ثم أنا أخذ وقت كما يشوف حبيب بناء وقال كما قال شغلنا في موضوع الرياضة وهي الحقيقة الرياضة الخفيفة العدل ليهي وهي لها تأثيرات إيجابية اللي هي المشي إيجابية المشي وغيرها أي حركة رحالة يمشي بالكروات أي حركة طبعا لها إيجابيات ولكن هي قدرات طبعا مثل واحد تقول له تعال أمش في ساعة يقول ما أقدر وإيه نال فيه ناس سمشي ست سبع ثمان ساعة وفيه ناس طال عمرك أنا ما ربحتش من فراغ ترى نحن نعرف الكلم فيه ناس مثلا في الهايكينغ وكذا يروحون ليالي وأيام ويصعدون ويجون وكذا لكن ما ندعي هنا لهذا الكلام ندعي الإنسان يتحرك بأي اسلوب يراح وآخف حركة هي المشي يمشي في اليوم نص ساعة نص ساعة يا أخي لا تأخذ من وقتك ولا تقعد تبشوش في البيت وتهودة وكذا أنا وش أسوي وش أسوي طفوا اللمبة شغلوا الدين مو نعم الإنسان له قدرات فيه ناس يهوى الرحلات فيه ناس يهوى السفر فيه ناس يهوى زي ما قلتكم الكتاب والقراءة فيه ناس يهوى الرياضة فيه ناس يهوى أن يتفرغ للعبادة كاملا يعني مثلا أنت وانت تشتغل ما تقدر تقعد بالمسجد إلى الساعة سبع مثلا أو ثمان أو إلى آخر لكن المتقاعد يقدر من بعد صلاة الفجر يستمر للينا الله اللي الله يكتب له ثم الصلوات ثم يتفرغ لزيارة المرضى وقاربة وصلة رحمة وكذا يكون عنده وقت فالمتقاعد لا يستكين ويقعد أنا وش أسوي نحن كل مواحدة أقولها المتقاعدين هم يشوفوني هالحين لا تربض بالبيت قل لا تبرك أحسن لا تبرك لا تربض لا تبرك أحسن شوية من تربض الربض هو اللي يتمدل فإذا ربضت في البيت فإن هناك آثار سلبية كثيرة ستتحول إليك منها الله يشتر عليكم الأمراض المختلفة أبا أشيرك أبو صالح إن شاء الله إن الله عطا لي عمر لازم أشيرك الحركة فيها بركة في أي مجال وكلهم على قدراته ما أقدر أقول للإنسان أنت مثلا أنت لازم تألف وتكتب ولازم تروح ترقى الجبال يعني قصدك هام شيء شوف لك مجال وأبدع فيه أبو عبد الله خذينا رأكم عن وش تبغون من المصدر